اشتركوا في القناة 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 للعردن وامن للعمة العربية باكملها واننا في الاردن نتابع كافة التطورات على الساحة الليبية ونعمل من الاخوان الليبيين لقيادة جميع ابنائها الاخيار وقادتها ان تتجاوز كل المحن وان تكون وحدة ليبيا عرضا وشعبا ومحاربة الارهاب واستثباب الامن والاستقرار هي العناوين الاساسية والرئيسية التي يسعى الجميع الى تحقيقها لان ليبيا كما كانت ترتبط مع الاردن ومع كل الدول العربية الشقيقة بعلاقات مميزة فنريدها ان تبقى كما كانت على الدوام ونريد ان يكون للحلول السلمية والحوار الاساس الفاعل والمؤثر في انهاء كافة الاختلافات بعيدا عن القوة وبعيدا عن العنف لان العنف والارهاب قد ارهق الشعب الليبي كما ارهقنا جميعا ونحن هنا في الاردن خاصة اننا نعيش في منطقة ملتهبة في ظل ما يجري على حدودنا الشمالية في سوريا الشقيقة وفي ظل ما يجري ايضا على حدودنا الشرقية مع العراق الشقيق فاننا نعيش الازمة كاملة كما نعيش ازمة ليبيا وننظر بكل الرضا والاحترام لكل المساعي الخيرة التي يقودها الاخيار الاطهار لحل الخلافات واجراء المصالحة الليبية وتعزيز وحدة الشعب الليبي ودعم اهدافه واهداف وحدته كما قلت ضد الارهار والاردن بحكم موقعه ايها الاخوة كما ينظر ايضا بكل الاحترام والتقدير لليبيا وشعبها فانه يتحمل عب المسؤولية عن القضية الفلسطينية القضية المركزية العولى وننادي دوما بان تكون الحلول السلمية والسياسية هي الحلول التي يمكن من خلالها تجاوز كل الخلافات وتحقيق الامن والاستقرار ولا بد من التواصل دوما مع الاخوان في ليبيا على كافة المستويات لاننا شعب واحد وننظر دائما وباستمرار لكل ما يجري على انه محور اهتمام كائد وطناني جلالة الملك المعظم وحكومته الرشيدة وشعب الاردن ونريد ايضا ان ياخذ الاخوان الليبيون بعين اعتباره ان يكون للاردن دور فاعل ومؤثر في اعادة اعمار ليبيا لان الشعب الليبي شعب شقيق ونحن دائما وباستمرار نقف الى جانبه وندعمه بكل ما اتينا من قوة وننظر الى واقعنا العربي لانه بحاجة لكل الاخيار الاطهار ابناء الاردن ابناء الامة العربية في الاردن وليبيا وفي سوريا وفي مصر والعراق وفي كل البقاء ان يكونوا خير سند وخير دعم لشعوب الامة العربية التي ارهقها الارهاب وارهقها الاحتراب وارهقتها ايضا الخلافات نرحبكم بمدينة الصل فاهلا وسهلا لكم وحياكم الله بين اخوانكم واهلكم ونقول لكم اننا معكم دائما وباستمرار ونقدم لكم كل الدعم ضمن العضر السلمية والحلول التي يمكن ان توصل الشعب الليبي الى بر الامان وان يتجاوز كل خلافاته واختلافاته وان ينهي كل التدخلات الخارجية التي ارهقت تيبيا وارهقت شعبها وعبثت بمقدراتها حافظكم الله ورعاكم مع تمنياتنا لكم وبكل مساعيكم الخيرة ان تتكلل بالنجاح ونحن نعلم ان جلالة الملك المعظم وحكومته الرشيدة وشعب الاردن ايضا يقف الى جانبكم كما قلت ودائما نبقى على اتصال مستمر معكم في سبيل رفعة شان هذه الامة وحياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لسعاد الشيخ ابو محمد محمود الخرابش والكلمة الان لسعاد النائب محمود الزعبي محمد الزعبي عطوا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سعادة رئيس مجلس النواب الليبي نرحب بكم في الصلب حاضرة البلقاء نرحب بكم وبضيوفكم الكرام ضيوف سيد البلاد في هذه الأنسية الطيبة فاطبتم وطاب مساءكم وطاب المكان والأهل جميعا نرحب بالضيف والوفد الليبي ليبيا الشقيقة ليبيا النضال ليبيا عمر المختار نعتز بكم جميعا ونعتز بتاريخكم المشرق وعلاقاتنا متجذرة عبر التاريخ فأنتم بين أهليكم ونعتز ببطولات الشعب الليبي البطولات التي ندرسها في تاريخنا أولا نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا بتكليف من السيد فخامة جئيس مجلس النواب المستشعر عقيل الصالح عقف أمامكم وعبينكم أخوة أعزاء احتضنتونا وشعرنا بأننا فعلا وحقيقة بين أهلنا وذوينا ومن خلال تواجدنا هنا في بلدنا الثاني المنكة الاردنية الهشمية ومن خلال الزيارة التي قام بها وفدنا لجلالة الملك ملك المملكة الاردنية الهشمية الذي استقبل سيد فخامة رئيس استقبال الإخوة واستقبال المجاهدين المناظرين سواء في بردن الشقيق أو في ليك كذلك أيها السادة الأفاضل في يمية مستمياتكم وأسمعوا لي بمع بعض الصفات لا تحضرني الآن ولكن وجهة طيبة نحطيقها الآن من خلال الزيارة الوفد لحكومة المملكة الاردنية الهشمية ومجلس النواب ومجلس العدل الأعيان ومن خلال اجتماعاتنا معهم شعرنا فعلا بأننا نحن جسم واحد وفي خندق واحد ورحبوا بينا وأبدو استعدادهم لتقديم كل متطلبات الشعب الليبي ولقوف معه في الأزمة التي يتعرضها الآن هذه الأزمة المستنعة التي صنعها الغرب لكي يحاول أن يهامن أن يهامن على بلدكم الثاني وهو ليبيا وجدنا هنا أثناء تواجدنا في الأرض الشقيق كل الدعم على جمعي السوريات سواف السابق ولنسى ماذا قدم الشعب الأرضي ملكاً وحكومةً وشعباً للشعب الليبي ثالي الأزمة واستقباله للنازحين وأيضاً علاجه لمرضى ومرضي العطاف وأيضاً تدريب القوات المسلحة وقوات الأمن ولا ننسى ماذا قدم وهذا فعلاً من دل شيئنا من دل فعلاً على تضامن المنكة الدولية الهاشمية مع الشعب الليبي لا شك إن شعب وملك وحكومة قدم الكثير لدول الجوار وتحديداً دولة فلسطين ومتعانيه المشاكل ووقف بكوة ضد ما حدث المجلس الأقصى ونحن في ليبيا حكومةً وشعباً ومجلس النواب نثم من هذه الجهود ونقف معهم وندعمهم أيضاً المنكة الدولية الهاشمية من خلال اجتماعاتنا لديها اليون لديبيا وتعرضنا لهذا الموضوع وتقدم سيد خامة عيس النواب بمحاول تحلل هذه المشاكل والديون وأيضاً سيادة السفير ليبيا في الأردن أيضاً يقدم كل الخدمات لليبيين المقيمين هنا والأردنيين وكذلك دعم سيد خامة عيس النواب في اللقاءات إن سيكونها كإعمار في ليبيا وستساهم الشركات الأردنية والفنين المتحصي في هذا العمل بإذن الله مرة ثانية أيها السادة نقمنكم من هذه المدينة العريقة التي تحدثوا عليها الزمال قبل نقمنكم نحن في ليبيا معكم قلباً وقالباً وكل ما تطلبه من ليبيا ستقديمه لكم وكل ما تطلبه نحن واتقيين بأننا فعلاً ستنفذونه تحياتي لكم وانتمنى لكم طفيف والسلام عليكم وانتمنى لكم وانتمنى لكم على حسن وانتمنى لكم رياح أحد سقطت قراغه وأصبح خريفاً تذلو الرياح وتعرضت ليبيا لما تعرضت بقية المدن وأول والشعوب والدول العربية الآن في المشرق العربي كلها الأردن الدولة الوحيدة الذي نجاء لفضل وحكمة أهله وحكومته وعائلته كريمة الهاشمين الأردن قادر على لعب دور كريم ودور قوي ودور فاعل لأننا نعرف قوة الأردن النائمة التي يملكها جلالة الملك ويملكها مجلسيه النواب والأيان وشعبه الكريم هذه الزيارة الكريمة التي شرفتنا بها استقبلتنا استعمال الأخوة والأهل والعشيرة أثرت لنا تأثيراً كبيراً جداً وشعرنا بالأواسط التي لا تفصيلها الجغرافية ولا تفصيلها المسافات هذه هذه أواصط قوة وراحم ودم لنا في هذا البلد الكريم إن الآن ضمئنكم لأن قبائل ليبيا تصدد لهذه المؤامرة الدولية تصدد قبائل ليبيا الإرهاب وقاه ركس وتصدد ليبيا للدسائس والمؤامرات التي شارك فيها كثيرون ومد ومد يده ومد يده إليها وإلى ليبيا لخلق فوضى للخلاقة في ليبيا ليبيا تعدت هذه المرحلة وقامت وتصدد لهذه الموجة العارمة للتعامل والنجائس والمؤامرات إننا الآن في مرحلة قد وصلت ليبيا فيها إلى درية كبيرة من العافية وجئنا للأردن ليمد يد المساعد لشعبه في ليبيا لوضعه على الطريق الصحيح ولإصاله وتوصيله إلى شاطئ الأمام الأردن ليس مدعوها لقيامي في ليبيا بل هو جزء من ليبيا من جزء من هذا الوضع وستكون للأفضلية تستقرط الوضع في ليبيا ليس ليكون مزاحما لذي مزاحما لذي مزاحما لأخرى ليبيا أرض للأردن وليبيا لهذا جزء من هذا البلد المساعدة لطردن أو دعمه أو إعطاء فرصة اليهوب ليس كسر ونقول في ضيوفنا الكرام وقد نزلتم سهلا وحللتم أهلا بين ظهرانيكم من أبناء هذه المدينة مدينة الصل حاضرة البلقاء هذه المدينة الشماء التي لطالما استقبلت وفودا وضيوفا حلوا بها أهلا وما ذاك إلا كرامة للطيف وكرم للمضيف وأنتم أهل لهذه الكرامة والكرم أخواننا الوفد الكريم رئيس البرلمان الليبي سعادة السفير الليبي ومن حضر اليوم من أهل وأقرباء وأحباء ولا أزيد ولا أطيل في هذا المقام إلا بمزيد من الترحيب في هذا اليوم المبارك ونسأل الله لكم طيب الإقامة بين أهلكم ونسأل الله أن يعمى الأمن والأمان ليبيا سيادة رئيس مجلس النواب الليبي الأخ عقيل صالح الموقر سعادة الأخ الحبيب الدكتور عادل بكر أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة الشيوف والوجهاء والذوات والوفد المرافق لسيادة الرئيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصالة عن نفسي ونيابة عن أخي سعادة النائب السابق سمير العرابي وباسم جمعية الصداقة الأردنية الليبية ومن ديوان معزبنا الغانم كمال الراعي ومن رواب الصلط الشامخة شموخ رجالها وشموخ جبالها نرحب بضيفة الأردن الكبير ضيفة جلالة الملك المعظم عبدالله الثاني بن الحسين الشريف الهاشمي سيادة الضيفة الكبير إن جمعية الصداقة الأردنية الليبية تأسست في العام 2012 ميلادي بموجب موافقة معالي وزير الداخلية ومن أهدافها زيادة أواصر التعاون بين الشعبين الشقيقين في الأردن وليبيا وتبادل الخبرات وتبادل الزيارات الثقافية والأدبية والفنية وإن شاء الله تعالى سنسلم سيادتكم نسخة من النظام الأساسي وأهداف الجمعية وإن شاء الله بإسم الجمعية وكافة الشيوخ والوجهاء أن يكون لنا شرف زيارة دولة ليبيا الشقيقة وهذا متروك لسيادتكم المكرر مرة أخرى نرحب بكم ومن ديوان معزبنا الغانم كمال الراعي وجميع عشائر الصلط نرحب بكم في بلد عميد آل البيت جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وأهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى الموسيقى على طريق الصل يا ما مشينا وانت عبق تر ليل نمشي عدينا انا طريق الصلط يا انا ماشينا وينك اعما تنشيه نمشي عدينا لا جبل ولا هوات صلطية لا حرق ولا كرات صلطية لا جبل ولا هوات صلطية لا حرق ولا كرات صلطية بيش احلم للصلط مهما لفينا هاي الصلط الهاقشان بالقلب بتاقدك ومن السير ولا سيحان ويوجع والخان دك هو الصلط الهاقشان بالقلب بتاقدك من السير ولا سيحان ويوجع والخان دك هو من جلعد والجادور صلطي هو من جوز وتونك بالدبور صلطية هو من جلعد والجادور صلطية هو من جوز وتونك بالدبور صلطية وابش احلم من الصلط مهما لفينا انا طريق الصلط يا ما مشينا وين دعنا تنمشي نمشي عدينا يربوع الهاوة نسم على العزارية والدور تلزق فالدور للكمالية من الزلالب للبيتان من الطفだوزي وعلان من الزلالب للبيتان هم نتضب وزي وعلانا وفي شحلة من الصلط مهما لفينا على طريق الصلط يا ماما شينا وإن دعنا ترجلي نمشي عدينا ويا طايح عوادش عيد وععيرة ويارجا وع الرقا دعوا علماء غريب والبلقة تلقى ويا طايح عوادش عيد وع الرقا دعوا علماء غريب والبلقة تلقى من الحبر للمائيه من صار ضيئ وتشفرهو دهور ميمين من الحمر للميامين وتشفرهو دهور ميمين أبي شحلة من الصن موسيقى 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 اشتركوا في القناة